يوم السادس والعشرين من يوليو المقبل سيكون اولى جلسات الطعن المقام من محمد ابو تريكا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق على قرار التحفظ على اموال شركته طعن ابو تريكا ذكر ان التحفظ على امواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة وان القرار المطعون فيه لم يصدر كاثر مباشر لحكم الامور المستعجلة مضيفا ان قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون والدستير المتعاقبة التي تؤكد حماية وصون الملكية الخاصة